ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة تلك التي يخطئ فيها التحالف أهدافه العسكرية ويصيب بقذائفه وغاراته مدنيين تهدم البيوت على رؤوس ساكنيها ويموت منهم الكثير وأحيانا تنتهي أسرة كاملة بضربات يقال إنها خاطئة للتحالف والخطأ لا يعالج بل يكرر مرات ومرات آخر تلك الضربات الخاطئة ما قالته مصادر محلية عن استشهاد مدنيين جراء غارة جوية للتحالف في العاصمة صنعاء إذ استهدفت الغارات مواقع في فج عطان جنوب غربي صنعاء طالت إحداها منزلا بالقرب من الأماكن المستهدفة قبل أيام قليلة فقط شنت طائرات التحالف غارة جوية على فندق صغير مكون من طابقين انهار بالكامل عقب استهدافه في منطقة بيت العذري بمديرية أرحب شمال صنعاء راح ضحيتها أكثر من أربعين شخصا وأصيب أربعة عشر آخرين المتحدث الرسمي لقوات التحالف ترك الملكي وفي تعليق له عن الحادثة قال بأن ما تم استهدافه عبارة عن مجموعة عناصر انقلابية مسلحة وذلك بعد الحصول على معلومات استخباراتية تفيد بوصول عناصر للميليشيا إلى أحد المباني بالمديرية تتبع كتيبة خاصة مكلفة بالانتشار في أرحب ومحيط مطار صنعاء بينما أكدت مصادر محلية بأن من بين القتلى عددا كبيرا من المدنيين جاء قسم مبنى مدني لا يخص أنصار الله ولا يخص جنود ولا أشخاص مدنيين منتزة منتزة في أشخاص ساكنين من مختلف المناطق خلال أكثر من عامين على بدء عمليات التحالف في الأراضي اليمنية استشهد العشرات بل المئات في غارات التحالف على أهداف مدنية قد تكون أحيانا قريبة من الأماكن المستهدفة وأحيانا أخرى تستهدف بشكل مباشر ويبقى الضحية دائما المواطن اليمني المنتظر موته بغارة أو رصاصة أو جوع أو مرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر